مرة واحد من الدعاة ذهب مرة إلى كان عندهم مسجد يبنونه وبقي شيء من هذا المسجد يعني يحتاجون تبرعا فقال يا جماعة من قالوا والله في فلان تاجر لكنه إنسان فاسق إنسان لا يحب المسجد ولا الدعاة ولا الأئمة وهو يحارب هذا المسجد ولا يريد أن يبنى في حارتهم ما يريد يسمع الأذان قال إني ذاهب إليه أطلب منه تبرعا قالوا يتبرع لك هذا ممكن يتبرع لي إنشاء مرقص يتبرع لي إنشاء مكان محرم أما يتبرع لي مسجد هذا اغسل يدك قال يا أخي أنا ألقي دلوي مع الدلاء أرمس النارتي يمكن الله يرزقني فمضى وطرق عليه الباب فتح له الخادم وين صاحب البيت وكذا دخل قال إمام المسجد يريدك قال قل لما هو موجود فأصر عليهم إلا تطلع لي ويضرب لحد ما طلع له وهو غضبان يا إيش تبغى ماذا تريد قال والله الله يحفظك مساك الله بالخير كيف حالك قال طيب أخلص علي ماذا تريد يعني إيش تبغى الصلاة أنا أصلي يعني أنا لازم أصلي عندكم مساجد كثير ظن إنه سينصح ليش ما تصلي معنا فقال لا والله بس عندنا المسجد يعني إحنا بنغير الفرش ونحتاج لك ونحتاج والله لا نزل نحتاج إلى تبرعات فنريدك تزاك الله خير تتبرع لنا قال أتبرع المسجد اللي ينبني في الحارة عندي الآن أنا مزعجني المسجد اللي في الحارة الثانية وتريد أكمل هالمسجد اللي في الحارة قال والله جزاك الله خير وأنت إن شاء الله رأي خير فهذا الغني وضع يدك كذا على جيب وقال طيب افتح يدك ففتح الشيخ يده مد يده ظن إن الرجال بيطلع يعني عشر تلاف عشرين ألف يمشون حالهم بها فإذا بهذا التاجر يبصق في يده فمسحها الشيخ في صدره وقال هذه في وجهي وهذه لوجه الله فماذا تضع فيها قال هذه لوجهي هالبصقة لكن هذه لوجه الله فماذا تضع فيها فكأنما سبحان الله يعني صب عليه ماء باردا أو شبك في كهرب انتفض من هلك انتفض يعني وجلس وقت حتى يستوعب الكلمة هالغني توفيق من الله وضبط للنفس ثم قال استغفر الله أول مرة في حياتي استغفر الظهر من أربعين سنة استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله ثم قال تفضل يا شيخ الحين صرت شيخ والله جيد ودخل الشيخ وضع له ضيافة قال كم بقي عليكم بس في المسجد قال والله كثير احنا نبغى منك عشر الاف قال كم من اللي بقي قال بقي علينا مئة وستين ألف قال هذا الشيك بمئة وستين ألف وأي شيء تحتاجون يقول أصبح الرجل من عمار المسجد شف يا جماعة الذي يوفق حقيقة فعلا لاستعمال مثل هذه الأساليب الرفيقة اللينة المؤثرة ولا ينتصر لنفسه يعني الله تعالى يقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله ما قال أدعو إلى نفسي لا أدعو إلى الله على بصيرة أنا أدعو إلى الله أنا أريدكم أن تطيعوا الله أنا أريدكم أن تعظموا الله لا تعظموني أنا أنا أريدكم أن تحبوا الله ليس تحبوني أنا أنا أريدكم أن تقبلوا على الله لا تقبلوا علي أنا المقصود الأعظم هو الله فإن تفضل الله وتكرم عليه ووضع عليه قبولا بينكم فهو فضل من الله تعالى ومنا قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة قارب النبي صلى الله عليه وسلم لهم حق لأن تعب هو نصح الناس وتوجين فله حق أن يكرم ويكرم أقاربه